لأنك بتشتغل في أم الدنيا فلازم تعرف إن فيه حاجات كتير قوي بتحصل بالحب فما تستغربش لما تبقى رايح تشتغل شغلانة فتلاقي نفسك بتشتغل شغلانة تانية خالص أو تلاقي نفسك بتشتغل شغلانتك عادي بس ميدينك عليها شغلانة هدية كأنك في كارفور بالزبط أحمد أفندي اتعين محاسب في شركة المحاريث الهوائية وأول يوم راح قعد يستنى الـ HR عشان يستلم الشغل رسمي أحمد أفندي نفسه هفيته على كوباية شاي فراح البوفي لأ الأوفيس بوي مش موجود فقرر يعتمد على نفسه ويعمل شاي بس وهو بيعمل دخل عليه موظف جديد ما يعرفوش لأنه لسه جديد وافتكروا بيشتغل في البوفي فطلب منه قهوة مانو أحمد أفندي اتحرج يقوله لأ وقبل ما يخلص قهوة الموظف كان جيه موظف تاني وتالت ورابع يطلبه من أحمد أفندي مشاريب أحمد أفندي فضل في البوفي أربع تيام يعمل في مشاريب لزميله لأنه تحرج يقولهم إن دي مش شغلته وبعد الأربع تيام الزحم على البوفي خفت وأحمد غسل الكبيات وقلع المريالة ورح للـ HR يستلم شغله الـ HR بصله وقال له بردون أنت لما تأخرت أربع تيام افتكرناك مش هتيجي وعيننا واحد تاني أحمد أفندي ما يأس وقرر يرجع يكمل في البوفي بس لما رجع لأ الأوفيس بوي اللي كان غايب رجع أحمد أفندي تعصف جدا وتنرفز وقعد يطوح بأيدي مين وشمال من الغضب لحد بخبط في الغلاية وقعت عليه حرقته وهو دلوقتي في مستشفى الحروق ربنا يشفيه أحمد أفندي خسر الجلد والسقط لأنه ما تكلمش اللي حصل لأحمد أفندي ده ممكن يحصل لأي حد بيشتغل في مصر ممكن يلاقي نفسه فجأة بيشتغل شغلانة غير شغلته أو شغلانة مع شغلته ودي طبعا مشكلة خطيرة لأننا في مصر ما عندناش تخصوصات أو يودوني سايحة على بعضها وما حدش بيشتغل شغلته وغالبا محدش بيشتغل أساسا فلو سبت الأمور سايحة على بعضها واسكت زي أحمد أفندي غالبا انت كمان هتسيح معاه وهتلاقي نفسك بتعمل حاجة انت لا بتفهم فيها ولا أصلا كنت جاي تشتغلها انت أساسا كنت تفهم شغلتك وطيقها بالعافية يعني وفي مصر ده ممكن يحصل لك بأكتر من طريقة واللي كذا سبب وممكن يحصل بسبب انك بتطوع عشان تعمل حاجة مش بتاعتك كخدمة أو شهامة فتتحول لأمر واقع وتثبت عليك وما تعرفش تطلع منها تاني زي ما حصل لحمة أفندي ربنا يشفي وممكن كمان تحصل لك لأن الشركة اكتشفت فجأة ان عندها تخمة في تخصصك ده اكتشفت فجأة انت سمعت صح ما وحنا عندنا ممكن الشركة تنزل إعلام بوظيفة وتعمل انترفيوهات وتصاعد ناس وتعينهم وبعدين تكتشف انها ما كانتش محتاجاهم أساسا فتقرر انها تستفيد منك في مكان تاني لحد ما مكانك الأساس يفضى في مكان أو حد يمشي أو يترفض أو انت تخلي عندك دم وتستقيل وده نفس اللي حصل لسيدة فندي اللي تعين موظف في أرشيف شركة الأرنبيت المخلل لما راح يستلم الشغل وقابل الـ HR والله يا سيدة فندي يعني زي ما انت شايف الأرشيف ديق ومليان موظفين ومفيش ولا كرسي فاضي وما ينفعش حد محترم زيك يقعد على الأرض يعني ايوه طيب اعمل ايه بص هو احنا طلبين كراسي بس على ما توصل مفيش عندنا لكرسي فاضي واحد توعد عليه مؤقتة طيب كويس جدا فين حضرتك في عربية صاحب الشركة كرسي السواء يا سيدة فندي جلد مريح تكيف ثمك دعيالك والله وتلاقي نفسك فجأة بقيت سواء صاحب الشركة وانت جات تشتغل موظف أرشيف وممكن تلاقي نفسك بتشتغل شغلانتين لان حد في الإدارة قرر يجود ويطب لصاحب الشركة على أفاك وخلهم يقرروا انهم ترشيدا للنفقات يخليك تشتغل شغل اتنين موظفين بمرتب واحد وده نفس اللي حصل لعليه وفندي أمين المخازن اللي كان قاعد مستني طلبية تدخل الماخزن عشان يأيدها في الدفتر وبعدين اكتشف ان العمال مجوش وعشان يخلص ويروح بدري قلع قميصه شمر بانطلونه وهو اللي دخل البضاعة عشان يخلص والسوق حظه شافه شخص بطبلة من الإدارة فخش عليه ايه ده يا عليه وفندي انت انت اللي بتشيل بنفسك فين العمال يا راجل ولما عرف ان امه مجوش قرر ان هو يرفدهم ويقابل لهم وعليه وفندي لقى نفسه كل يوم بيشيل هو الطلبية وبيأيدها وبعد اسبوعين قرر عليه وفندي يروح يشتكي فكان الرد والله يا عليه وفندي مش لقينه عمال خالص بس لو مش عاجبك تشتغل امين مخزن وعامل احنا ممكن نعين امين مخزن وتكمل انت عامل عادي يعني ما تزعلش نفسك لازم تلاحظ حاجة مهمة جدا في كل الحالات اللي فاتت وهي انك لو لقيت نفسك بتشتغل شغلانة مش بتاعتك او بتشتغل شغلانتين قررتي تسكت ده هيتحول لامر واقع لو انت ما تحركتش عشان تغير الوضع محدش هيحركه لك بالعكس هيسوقوا فيها وممكن بدل الشغلتين تلاقي نفسك بتشتغل ثلاثة واربع شغلانات ففكرة انك تستحمل لحد ما يخدوا بالهم دي فكرة ارمانسية جدا اخرها خزوه يبقى الحل انك تتكلم تعترض تغير الواقع عشان ما يثبتش عليك هنا بقى عندنا حالتين كبار الحالة الاولى ان تكون الادارة فعلا مش واخدة بالها من الوضع وانت لما تتكلم بتنبيهم ليه ولو كنت فضل تساكد كنت هتفضل مكمل بتعمل حاجة مش بتاعتك رغم من الحل بسيط وفي ايدك وهو بس انك تنبيهم وهنا بيبان قد ايه مهم انك تتكلم وما تسكتش يعني ممكن جدا يكون مديرك بينسى او في زحمة شغل يديك تاسك مبارح وبعدين يديك تاسك تاني النهاردة من غير ما ياخد باله يعني او يطلب منك كزا حاجة تعملها في نفس الوقت انت هنا مش محتاج غير انك بس يتنبيهم يعني مجرد تفكروا مش تتخانق معان يعني لان اساسا هو مش قاصد ده ولا خد باله فكل اللي عليك انك بابتسامة بشوشة تقول قدامه كل اللي طلبوا منك عشان يفهم ان في حاجة غلط معلش يا رئيس وحضرتك انبارح بس كنت طلبت مني ان انا اكتب الميزانية واعمل شيط المرتبات ولمع الارض وسيق الارضية وشد الشفون وروح اردع ولاد حضرتك في البيت فانا بصراحة نسيت اكرعهم بعد الرضاعة فحبت اقول لك بس كير الراجل هياخد باله وهيعتذر لك وهيخليك تتفرغ لرضاعة العيال بس والمشكلة تنتهي من جدورها الحالة التانية بقى ان الادارة تكون بتصيع واخد بالها بس متكيفة وعجبها الوضع بتاعك لانك بتوفر عليها مرتب موظف تاني او مش فضيين يجيبوا حد يدربك على وظيفتك او مش محتاجين حد في وظيفتك فبيستغلوك في حاجة تانية او مكسلين يعملوا اعلان ويعينوا حد جديد فبيدوك شغله هنا بقى فيه احتمالين الاحتمال الاول ان هم يكونوا متى النحيين ومنفضين لحد ما انت تتكلم فيضطروا يغيروا الوضع بعد ما يكونوا استغلوك طول الفترة اللي كنت ساكت فيها ومحرج وهنا برضو بيبان اهمية انك تتكلم للمرات تانية اه يا رئيس انا شندي موظف في قسم المشتريات انا بصراحة رئيس مش موافق ان انا انزل اشتري السندوتشات للموظفين تاني الا ان دي مش شغلتي ايه دا؟ معقول انت كنت بتشتري السندوتشات انا اسف جدا شندي يا فاندي يعني صدقني دي غلطة مش مقصودة وهو بس يمكن انا اتلخبطت بين شراء السندوتشات والمشتريات فافتكرت ان دا نفس تخصوصك بس اوعدك ان دا مش هتكرر وهنا برضو المشكلة هتنتهي بسهولة لان هم ما كانوش محتاجين الا ان حد يعترض بس حد يوقف استغلالهم قبل ما يسوقوا فيهم الاحتمال التاني بقى ان هم يبقوا بجحين وش هم مكشوف قصدين يعملوا كده وشايفينه ومستنينك تتكلم عشان يبقى الرد اهو دا الموجود ان كان عاجبك اه لو سمحت يا رئيس انا جاي هنا اشتغل محاسب ومع ذلك بتدوني شغل في الارشيف اذا بجد انت بتشتغل في الحسابات والارشيف بس طب من بكرة بقى تيجي بدري عشان هنخليك تركن عربيات الموظفين كمان عشان السايس خبطته عربيا بارح ما تتأخرش بقى ها تمانية تبقى في الجراش هنا انا مش هقدر قولك تعمل ايه انت بس اللي لازم تقرر هل هتقدر تستحمل وتكمل ولا لأ بس خلي بالك لو قررت تستحمل يا ريت تبقى وقعي وعملي وما تحاولش تخنيع نفسك ان الامور هتتحسن في المستقبل ولا تكرر لنفسك كلام الشركة ان احنا نستحمل بعض ونزوء السنة مع بعض واول السنة الجديدة كل حاجة هتتغير وهنعين موظفين جداد وكل واحد هتشتغل شغلته ما تحاولش تقول لنفسك كده لان ده مش هيحصل بالعكس الامور هتسوق ولو شايل حاجتين دلوقتي وشافوك مستحمل هيشايلوك تلاتة واربعة لو ما قدرتش تستحمل والكلام مع الادارة ما بقاش جايب نتيجة ولقيت الناس بجحة والشاهمة كشوف يبقى ما تتعبش نفسك في محاولات كتير هتضيع الوقت وابدأ دور على مكان جديد تشتغل فيه شغلتك شغلتك بس اللي تفهم فيها ودرستها وهتقبض مرتبها في جميع الاحوال وايا كان موقف الشركة او موقفك لازم تعرف انك لازم تتكلم وتبين اعتراضك لان الكلام هو الحاجة الوحيدة اللي هتظهر لك نوايا الشركة ناحيتك وموقفهم منك وعلى اساس كده انت هتقدر تاخد القرار اتكلم لو حد يلاقي نفسه في الشغل بقى ماشطة ودايئة وبيتطلب منه حاجات خارج حدود وظيفته يحكي لنا اتكلم وإلى لا ولو اتكلم كان ايه الرد لو ما حكت لناش فعلا منهم بيشغلو كميت شغلانة ومش فاضي ترد علينا عمتم صباحا